الجيش الليبي ينفذ عملية عسكرية نوعية جنوب البلاد ويقتل أخطر قيادات تنظيم القاعدة أنقرة تعارض انتشار قوات الجيش السوري في منبج بعد تأكيد موسكو ضرورة نقل السيطرة على شمال سوريا إلى دمشق تقرير لجنة الخبراء بشأن اليمن يطالب بتحرك دولي لوقف تهريب السلاح وتعزيز عمليات تفتيش السفن نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس للإعلام أهلا بكم تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من القداء على أحد أبرز قيادي تنظيم القاعدة والذي يدعى أبو طلح الحسناوي وقتل الحسناوي بعد مداهمة قوات الجيش لمنزل كان يقيم به بمنطقة قيرا الشاطئ جنوب ليبيا كما قتل شخصان خلال المداهمة بينهما أحد العناصر الإرهابية المصرية أعلنت تركيا معارضتها لانتشار الجيش السوري في مدينة منبج شمالي سوريا يأتي هذا الموقف برغم مطالبة روسيا بفرض سيطرة دمشق على مناطق الشمال بعد الانسحاب الأمريكي ذكر تقرير لليجنة خبراء في الأمم المتحدة أن عائدات وقود مشحون من موانئ في إيران تساهم في تمويل جهود المتمردين الحسيين في اليمن ضد الحكومة المدعومة من السعودية وأضاف التقرير أن شركات داخل اليمن وخارجه تعمل كشركات في الواجهة من خلال استخدام وصائق مزيفة لإخفاء التبرعات النفطية نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير مقتل متظاهرين اثنين في السودان خلال تفريق مظاهرة شعبية أهلا بكم من جديد أكدت الشرطة السودانية مقتل شخصين خلال تظاهرات مناهضة للحكومة في الخرطوم بعكس ما أشارت له المعارضة بمقتل ثلاثة متظاهرين وشدت الشرطة على أنها استخدمت الغاز المسي للدموع لتفريق المتظاهرين ولم تستخدم الرصاص دعا وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إلى عودة سوريا للجامعة العربية وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لوزارة الخارجية المشاركين في القمة العربية الاقتصادية في بيروت يأتي ذلك وسط احتدام النقاش والجدل السياسي في لبنان بشأن مستوى التمثيل المتدني للوفود وغياب الأغلبية الصاحقة من الزعماء العرب في الختام تذكير بأهم العنوين الجيش الليبي ينفذ عملية عسكرية نوعية جنوب ليبيا ويقتل أخطر قيادات تنظيم القاعدة أنقرة تعارض انتشار قوات الجيش السوري في منبج بعد تأكيد موسكو ضرورة نقل السيطرة على شمال سوريا إلى دمشق تقرير لجنة الخبراء بشأن اليمن يطالب بتحرك دولي لوقف تهريب السلاح وتعزيز عمليات تفتيش السفن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا فوكس أكاديمي دوت تي بي شكرا للمتابعة وإلى اللقاء